اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة حلقة مبدعة رائعة اول ما شفتها طار عقلي فيها وحبات اني اعملكم اياها رح ينبدع مع بعض تخيلوا ايش هاد هاد زي شنتي رح تعلقوها مكان ما بدكم تحطوا فيها حمرتكم او مرطبكم الورشي كتير سهلي وكتير حلوي ونتائجها بتاخد العقل وبتقدروا تعملوها هدايا وتوزيعات يعني عن جد رائعة وبتقدروا تحطوها انتو كمان بشنتاتكم للسفر عشان اذا الشنتي صغيري او مني فبنتي بتحطيها منها هاي تعليق او زيني كتير حلوي بتاخد العقل عالشنتي ومنه عشان ما تنسي مرطبك الشفايف اللي هو اهم 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 مستحضر لازم يكون عند كل بنت صبايا هادا يعني لما يكونوا شفايفك بتاخد العقل وحلوين كأنك حاطة حمره وكأنك متمكيجه وكأنك اجمل البنات دايما دايما بحرص عليكم انكم اشربوا مي وحطوا مرطب شفايف لانه هو هادا الجمال الحقيقي مو انك تحطي حمره ومبودرة ومبعرف شو لا كل ما كنتي ناتشرال وكل ما كنتي طبيعية وكنت تكوني هيك حلوة ومهتمة بحالك هادا هو اساس الجمال الحقيقي مبدي اطول عليكم بالمقدمة هي خلينا نبدي مع بعض بهذا الابداع الجديد كل اللي رح نحتاجه بهي ورشتنا اخيوطنا والالوان اللي احنا حابين نعمل فيها وانا بهاي الورشة رح استخدم سنارة تلاتة بس ويلا نبدي مع بعض في الدور الاول رح نعمل حلقتنا السحرية وبعدين نرتفع سلسلة ونعمل جوا الحلقة السحرية تمانية حشوة هي واحد اتنين ثلاثة اربعة نتأكد من غرزنا انهم تمانية وبعدين منسحب الخات ومنسكر باول حشوة الدور التاني رح يكون عبارة عن تزايد رح نرتفع سلسلة وحطوا الماركر تبعكم عشان لا تتخربطوا وبنفس المكان رح نعمل غرزتين تزايد وبكل الغراز هدا هيكون عبارة عن تزايد فقط يعني غرزتين حشوة بنفس المكان رح نضلنا نشتغل غرزتين حشوة بنفس المكان لحد ما يصير عنا بهذا الدور 16 غرزتين حشوة هاي تنتين حشوة بنفس المكان اتنين حشوة بنفس المكان وبهاك احنا خلصنا 16 منشيل الماركر وباول حشوة هون منسكر سطرنا وهيك 16 انتبهوا انه يكون كله تزايد وبهاك خلصنا الدور التاني وهلأ بعد ما خلصنا كل السطر هاد بدون اي تزايد رح نشتغل من الدور التالت وحيكون عبارة عن 16 غرزة لحد ما نوصل للدور اللي يغطينا كل البالم طبعنا و اللي هو مرتبك الشفايف او حمرتك او الاشي اللي انت بدك تعمليه حسب انت شو بدك انا هلأ رح اضلني ارتفع بالاسطر تكرار بس كل سطر يعني السطر التالت بس كل سطر يعني هلأ التالت هيكون 16 غرزة الرابع هيكون 16 غرزة رح اضلني اتكرار تكرار الادوار الحشوي لحد ما اشوف انا مثلا رح يتغطى عندي لاي دور فانا رح اعمل هلأ الادوار كلها تزايد عادية 16 نهايتها وارجعلكم احقولكم اي دور انا خلصته هو انا هون اخد مني 19 سطر لحد ما عملنا هذا الشكل و اللي هو لما قسته فوضته هيك رح يجي على الاد و تمام طبعا انا ضيقتها شوي عشان ماي بعد شوي الخيط بصير يكبر معانا فاشوفوا كيف خلص اتغطى كله هي 19 دور وهيك انا كتير مناسب عندي فانتو شوفوا الحمر اللي عندكم او اللي بالم اللي عندكم قديش طوله قديش اللي انتو بتكم اتغطوه وعلى هذا الاساس بتظلكم ترتفعوا كل الادوار بدون اي تزايدات بعد ما خلصنا هاي ال 19 دور رح نيجي وهلأ نعمل دور العشرين طبعا انا عملته على البالم طبعا اللي هو منتج من اهم المنتجات اللي انا عن جد عملتها وتعبت عليها في اوائل ما اشتغلت بالمنتجات الطبيعية كله منتج طبيعي عبارة عن شمع النحل وزيود طبيعية وزبتات يعني بياخد العائل عالشفايف الخطوة اللي بعديها رح نعمل سلاسل عشان نعلقهم ورح نعمل خمسين سلسلة عادية واحد اتنين ثلاثة اربعة لحد منوصل لخمسين سلسلة وبعد ما خلصت الخمسين سلسلة ما رح اقطع الخيط رح اخليه على جنب ونكمل ورشتنا بعدين نرجع نشبكهم مع بعض وهلأ رح نعمل بداية الوردة واللي هي عبارة عن الحلقة السحرية ورح يكون السطر الاول عبارة عن نرتفع سلسلة وجوه الحلقة نعمل ثمن غرز حشوي هاي عملنا اول واحدة اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثماني منسحب خيطنا ومنسكر باول حشوي عملناها وهيك منكون خلصنا الدور الاول رح يكون عنا الناتج ثمن غرز حشوي الدور التاني رح نرتفع سلسلة وبنفس المكان هون رح نعمل تزايدنا واللي هو اتنين حشوي بنفس المكان هاي اول حشوي وهي تاني حشوي ورح نضل نعمل على كل الدور اتنين حشوي بنفس المكان لحد ما يصير عنا ستة عشر حشوي بهذا الدور هايو اتنين حشوي بنفس المكان رح نضل نشتغل على هذا الدور بهذا الاساس لحد ما نسكره مع بعض انا هون خلصت الستاشر حشوي ورح اسكر هون باول حشوي عملتها وهيك منكون اعملنا السطر التاني بالتزايد وصار عنا ستاشر حشوي السطر التالت رح يكون عنا عبارة عن ارتفاع سلسلة ورح نعمل بكل الحشوات بس حشوي واحدة يعني رح يكون عنا بنهاية السطر ستاشر حشوي بدون اي تزايد بدون اي اشي فوق كل حشوي حشوي بس فرح نضل نشتغل على هذا المنوال لحد ما نوصل لاخر الدور وهون هيك خلصنا الدور كله بدون اي تزايدات بستاشر حشوي ورح نسكر هون باول حشوي بمنزلقة وهيك منكون خلصنا الدور التالت بستاشر حشوي الدور الرابع رح نعمل في تزايدنا نعمل سلسلة وبنفس المكان هون رح نعمل اتنين حشوي بعدين بالغرز اللي بعدها رح نعمل واحد حشوي بالغرز اللي بعدها رح نعمل اتنين حشوي بنفس المكان بعدين حشوي فهذا الدور رح يكون عبارة عن تزايد اتنين حشوي بنفس المكان بعدين حشوي لحالها على الغرز اللي بعدها رح نظلنا نمشي هيك كل السطر لحد ما يكون عنا 24 غرزة وصار معانا هيك 24 غرزة رح نسكرهم بأول حشوة ويكون هيك خلص الدور الرابع على 24 حشوة الدور الخامس رح نرتفع سلسلة وبنفس المكان رح نعمل حشوة ورح يكون عبارة عن حشوة فوق حشوة بكل الدور بس هيك بدون اي تزايدات بس حشوة فوق حشوة وهون خلصنا كل ال 24 حشوة العادية بدون اي تزايد بالدور الخامس وسكرناها بأول حشوة بمنزلقة ونسحب خيطنا ونقصه رح ننظف بواقع الخيوط وارجعلكم نعمل البتلات واللي هو هيكون عبارة عن غطا هيك بس مع وردي للبال زي ما شفنا بأول حلقة ورح نيجي هلأ بهذا الدور نعمل البتلات تبعون الوردي طبعا كل واحد رح ينقي اللون اللي بده اياه عشان يعمل وردته رح نشبك الخيط عادي رح نعمل عقدة البداية ونيجي هون بأي حشوة رح ناخد أول شبكة واللي هي هتكون عبارة عن أربع سلاسل واحد اتنين تلاتة أربع رح نلف الخيط عص النارة تلات مرات هي تلات مرات بالحشوة اللي جنبها رح نعمل أربع عواميد بأربع حشوات هي تلات حشوات هي واحد اتنين تلاتة وهي أربع واحد اتنين تلاتة وبنفس المكان رح نرجع نعمل كمان واحد هي واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة منلفها تلات مرات عص النارة وكلهم بنفس المكان هاي العواميد هلأ احنا كم واحد عملنا هي واحد اتنين تلاتة هلأ رح نعمل خليني أضبط الإضاءة شوي رح نعمل الرابع واحد اتنين تلاتة تلات لفات عص النارة وبنفس المكان كل يعتهم واحد اتنين تلاتة اربعة وهيك احنا عملنا اول شي سلسلتنا بالغرزة اللي بعديها رح نعمل أربعة عواميد بتلات لفات بعدين رح ننهيها ونعمل واحد اتنين تلاتة اربعة وبغرزة جديدة رح نعمل فيها منزلقة رح نعمل بتل تانية نرتفع أربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة بعدين نلف الخيط تلات مرات على السنارة وبغرزة اللي بعديها رح نعمل الأربع عواميد تبعونا هي واحد هي تلات مرات هي تاني كلهم بنفس المكان هو هذا الدور عبارة عن كله بتلات رح نظلنا نكرر نفس اللي عملناه لحد ما نعمل بتلاتنا هي عملنا تلاتة عواميد بنفس المكان هيهم كلهم رح نرجع نلف الخيط تلات مرات ونرجع نعمل غرزتنا اتنين تلاتة اربعة خلص انا عملت اربعة بنفس المكان هلا رح اسكرهم واحد اتنين تلاتة اربعة وبغرزة جديدة هون رح اسكر بمنزلقة وارجع ارتفع مرة تانية اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وارجع اعمل اربع عواميد تلات لفات بالغرزة اللي بعدها رح اضلكم على هاد المنوال لحد ما تخلصوا كل بتلاتكم رح اضلني انا معكم بهاي البتلي كمان عشان لا تحسوا حالكم انكم يعني ممكن تكونوا هيك تايهين شوي واحد اتنين تلاتة بنفس المكان كل يعتهم واحد اتنين تلاتة وهي خلصناهم وبنفس المكان كمان لحد ما نعمل اربع عواميد واحد اتنين تلاتة اربعة تمام واحد اتنين تلاتة اربعة ونسكر بغرزة جديدة بمنزلقة ونظل ننكرر لحد ما نخلص كل البتلات لوردتنا وانا هون هيك خلصت وعملت كل البتلاتي بتضبطوهم هيك وبتشوفوها شوفو ما اجملها طبعا هون نقطع عندي الخيط ميت مرة بس مش مشكلة هلأ رح انا اضفهم وهي اخر شي صحبة النهاي ورح اقصهم وانضفهم على السريع هلأ عشان نكملها مع بعض ونسكرها بكل جمل شوفو كيف طلعت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احتاشة اتناشة طلعوا اتناشر بتلي بتضبطوهم هيك وبعدين هلأ بنشبكهم مع بعض هلأ هون رح نرجع هاي اللي عملناها ورح نيجي هون رح نيجي ونحطها من هاي الجهة مش الجهة اللي مبينة عنا لأ الجهة اللي ورا ورح نشوف هون واحد اتنين تلاتة مين اللي رح يجي بالنص تقريبا هون بالنص يعني انتو كل واحدة تشوف بالظبط شو هو النص اللي عندها انا هون تقريبا النص اللي عندي بالمقلوب رح اجي ااخد هذا الخيط اللي انا عملته بالسلاسل وقفوتو من هون رح افوتو واشدو بهذا الشكل بعدين من الجهة المقابلة اللي هي هتكون هون عندي انا بالسطر عشان نيجي هيك يعني انه هو مسكر بهذا الشكل رح ارجع اسحبه على الجهة التانية بهذا الشكل عشان تكون الوردة عندي هون زي الشنطة بعدين رح اجي اعمل هيك وازبط المقاس والجهة المتبقي هاي رح اجي واخد الوسط هون بالمقابل السلسلة اللي طلعت منها واسكر السلسلة بيه ونزلقها عشان تصير زي الشنطة واسحب سنارتي وانضف الخيط وهيك بتكون عنا بهذا الشكل نقدر نسحبها هيك وصارت عنا تاخد العائل كتير 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 حباتها طبعا زبطوا هون البتلات رح يكون الشكل كتير حلو وبتقدروا تشيلوها هيك وترفعوها وتحطوا الحمراء والمرطب اللي عندكم بهذا الشكل وتسحبوها وتعلقوها باي مكان انتو بدكم اياها عم بحاول الاقي شيء اشو شنتتي لحظوا مثلا اذا حطناها هيك بهاي الشنطة رح نسكرها ونيجي نعملها بهذا الشكل ونحطها ونعلقها بشنتتنا او شنتت المدرسة او شنتت اي حدا حابب يكون عنده بهذا الشكل كتير حبيت الفكرة بصراحة وهاي الشغلة بتخليكي ما تنسي ابدا مرتبك الشفيف لانه من اهم الاشياء هلق بصيفيتنا لانه يعني للاسف انه برضو في ناس ما بتحب تشرب مي كتير فهذا الشي بسبب جفاف مش طبيعي للشفايف وبيخلي منظرهم مو حلو وبشققو وبتعبو وهذا الشي غير مقبول ابدا لبنت حلوي مبدع بتاخد العائل وشو مكان عمرها وغير هيك انه بيعطيكي جمال وبيعطيكي كل الانوثي يعني اجمل شي بالمرأة انه يكونوا شفايفها بياخد العائل طبعا اللي حابب يطلب اي شي من منتجاتي رح يلاقي بصندوق الوصف الموقع فبقدر يطلب منه للأصف هو مش متوفر لكل الدول بس هو متوفر لكويت بس في الوقت الحالي الشحن فهلا شوفوا الجمال ان شاء الله يا رب بتكونوا استمتعتوا فيها بصراحة انا اول ما شفتها كتير حبيتها وقلت لازم بدع مع بعض متل العادي كل وسائل التواصل الاجتماعي حتلاقوها ب صندوق الوصف حابة انه تضيفونا وتشاركوني كل ابداعاتكم اول ما تعملوا اي ابداع معاي باي ورشي بحب كتير انه تبعتولي اياها على الانستجرام واشوف ابداعاتكم واشارككم فيها وهيك بتكون خلصت حلقتنا وبشوفكم على الف خير